اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين سنبقى معكم هذه المرة في الشرق الاوسط وسنقدم لكم تغطيتنا الخاصة من مدينة دبي حيث اختارت شركة هايونداي الكورية هذه المدينة المميزة لتنظيم اول تجربة قيادة في الشرق الاوسط للجيل الجديد من موديل هايونداي جينيسيس طراز 2015 طورت هايونداي سلاحها السرية الجديدة لمنافسة الطرازات الاوروبية واليابانية الفخمة مثل لكزاس جي اس وبي ام دابليو الفئة الخامسة ومرسيدس بنز اي كلاس حيث صممت جينيسيس 2015 بناء على فلسفة تصميمية جديدة تحمل اسم النحت السائل اثنين وترتكز هذه الفلسفة على ثلاثة عناصر رئيسية وهي جمالية الخطوط الانسيابية مع التركيز على الشكل الجديد لهايونداي وتعزيز الاجواء المميزة كما تظهر هذه الفلسفة التصميمية الجديدة من خلال امتدادات اقصر في الامام والخلف بالاضافة الى مقدمة مزودة باضواء امامية مزدوجة من نوع HID مع اضواء التفاف من نوع LED ومصابيح للضباب وشبك امامي سداسي الشكل المطلي بالكروم اللامع وتصميم ديناميكي من الخلف يشتمل على اضواء LED بتصميم حديث وعززت هايونداي من جودة الانظيمات الحركية حيث زودت الجيل الجديد من هايونداي جينيسيس 2015 بنظام الدفع الخلفي للعجلات ووفرت نظام الدفع الرباعي المتميز HTRAC كمواصفة اختيارية وهو الذي يمنح السائق قيادة ممتعة بالفعل من خلال تحويل 90% من القوة الى العجلات الخلفية عند اختيار الوضعية الرياضية SportMode وستتوفر هايونداي جينيسيس طراز 2015 بمحرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 315 حصان و397 نيوتر متر من عزم الدوران بالاضافة الى محرك V8 الاقوى سعة 5 لترات بقوة 425 حصان و519 نيوتر متر من عزم الدوران وقد تم تعديل المحركين ليقدما اداء افضل وسيتصل حصريا بناقل تروس اوتوماتيكي بثماني سرعات ويستطيع المحرك سعة 3.8 لترات تسارع من الصفر الى 100 كيلو متر في الساعة في 6.5 ثانية اما محرك V8 الاقوى بين مجموعة المحركات فيستطيع التسارع من صفر الى 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.4 ثانية وصولا الى سرعة قصوى تبلغ 240 كيلو متر في الساعة ومن الداخل عمدت الشركة الكورية الجنوبية الى وضع تصميم راق للمقصورة مع تزيينات من الجلد والخشب كما استخدمت نظام بلولينك الترفيهي المعلوماتي والذي يوفر الدعم لتشكيلة متنوعة من الاجهزة التي يستخدمها السائق مثل الهواتف الدكية وحتى نظارات جوجل اما الشاشات داخل السيارة فقد تم انتاجها بالتعاون مع شركة LG الكورية ومن الملاحظ الجودة العالية في الصورة والسرعة في استعمال الشاشات ولاحظنا اثناء التجربة ان عزل السيارة من الداخل ممتاز جدا وحتى على السرعات العالية هذا بالاضافة الى توفر عدد من الانظمة الالكترونية مثل نظام التشغيل عن بعد ونظام الابلاغ عن الاستدامات ونظام الاتصال السريع بارقام الطوارئ والتحكم عن بعد بالتكييف لتقدم للسائقين مستوى افضل من التجهيزات وخاصة مع مقدرتهم على التعامل مع السيارة دون اضطرارهم الى اخراج هواتفهم الذكية من جيوبهم وبالاضافة الى كل تلك المميزات التكنولوجية المتطورة فان سيارتها يونداي جينيسس 2015 تمتلك مواصفات الامان القياسية مثل نظام التحكم في تماسك العجلات ونظام الثبات الالكتروني ونظام توزيع قوى المكابه الالكترونيا اي بي دي ونظام مساعدة الكبح الى جانب تسع وسائد هوائية امامية وجانبية لحماية السائق والركاب ولكن المفاجئة عزيز المشاهد هو ان سعر هايونداي ليس باهضا كما قد توحي مميزاتها حيث يتراوح السعر في منطقتنا العربية بين مائة وخمسين الف ومائتين وخمسة وعشرين الف ريال سعودي نأمل ان تكون تغطيتنا قد نالت اعجابك عزيز المشاهد وسنقوم قريبا ان شاء الله بتجربة السيارة مع زميلنا كارين ديب وشرح المواصفات بالتفصيل لا تنسوا كتابة تعليقاتكم داخل رابط الموقع لنقوم بالرد عليها على امل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج تغطية خاصة نترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة